بعد ست سنين من إنشاء فيسبوك وصل مستخدمي لخمسمائة مليون مستخدم وده اللي خلى مارك الزاكر بيرد أصغر ملياردير في التاريخ لكن هل تقدر يبقى عندك خمسمائة مليون صديق ومالكش أعداء؟ القصة بتاديل سنة 2003 في جامعة هارفرد كان عبقار البرمجة مارك الزاكر بيرد شغال على فكرة إنشاء موقع لتصنيف بنات الجامعة وقدروا أنه يختارك سجل لجامعة هارفرد وياخد صور البنات كان بيساعدوا صديق ليه اسمه إدواردو وبعد ما انتهوا من إنشاء موقع في فيسماش بعتوا لينك لأصحابهم وفي ليلا واحدة الموقع حصل على 22 ألف زيارة ودي كانت بداية شهرة مارك في الجامعة بعدها بيتقابل مع تنين إخوات كاميرون وطايلر وينكلفاس كانوا معجبين جدا باللي هو عمله طلبوا منه إنهم يتكلموا معاه فكرة هم شغالين عليها وراح معاهم يقابلوا شركهم الثالث بدأوا يكلموا عن فكرتهم وهي موقع تواصل اجتماعي من خلاله يقدر أي شخص يكون ليه صفحته الخاصة ينشر صوره يتواصل مع أصدقائه لكنهم محتاجين مبرمج يساعدهم فبيطلبوا من مارك إنه ينضم ليهم وينشئ لهم الموقع وبيوافق مارك بالليل راح لصديقه إدواردو عرض عليه الفكرة قالوا إن الناس ما دخلتش على موقع في فيسماش علشان يتفرجوا على صور بنات ببساطة الناس بيحبوا يتفرجوا على صور أصدقائهم ومعرفهم ويعرفوا كل حاجة عنهم كل اللي محتاجينه هو راس مال وده السبب اللي خلى مارك يروح لإدواردو ومن هنا بدأ يشتغل على إنشاء موقع وكانوا الإخوات بيحاولوا يتواصلوا معاه لكنه كان بيتجاهل كل مكالماتهم وفي يناير 2004 تم تسجيل الموقع على الشبكة وفي يوم جالوا واحد بيسألوا عن واحدة معاهم في الجامعة هل هي مرتبطة ولا لا رد عليه وقال له إن الناس مش هيمشوا بيحطى مكتوب عليها وبيسكت فجأة وبيسيبوا يجري رجع السكن وفتح الجهاز وقرر إنه يضيف القلاقة على الموقع علشان الناس تعرف إذا كنتم مرتبط ولا لا ومن هنا انطلق موقع زف فيسبوك تاني يوم ديف بيشوف مراته وهي فتح الموقع جري بسرعة على حل الإخوات وبلغهم قال لهم إن مارك سرق موقعنا والموقع نشط من 36 ساعة رجعوا تكلموا محامي العيلة وقرروا إنهم يرفعوا دعوة قضائية على مارك واتهموه بسرقة الحقوق الفكرية إدواردو شاف الكواب الخاص بالقضية وما كانش يعرف حاجة وتصدم لما يعرف إن مارك سرق الفكرة وقال إنه مش كل اللي صنع كرسي هيبقى مادين لصاحب الفكرة هم كان عندهم فكرة لكن أنا نفزت الأفضل منها وخلصوا كلامهم وخرجوا يسهروا مارك شاف صديقته إيركا كانوا على علاقة ببعض وهي ثابته حاول يتكلم معاها لكنها رفضة لما سألها عن موقعه الجديد صخرت منه وقالت له استمتع بلعبتك رجع لإدواردو قال له لازم نتوسع ونكبر وقدروا إنهم يوصلوا الموقع لأشهر الجامعات التوقع كانوا متابعين وعرفوا إنه بيتوسع وبيكبر رحوا الرئيس الجامعة وحكوا له اللي حصل قالوا له إن فكرتهم تساوي ملايين الدولارات ومارك سرقها منهم رئيس الجامعة واضح على إنه مش مهتم بكلامهم وصخر منهم تخيل لما رئيس جامعة ووزير مالية سابق بيسخر من أفكار الشباب وتموحاتهم المقابلة انتهت وخرجوا الإخوات غطبانين بعدها بيظهر شون باركر مؤسس شركة نابستر للموسيقى بالصدفة اكتشف موقع في فيسبوك وطلب مقابلة مارك مارك كان متحمس جدا لمقابلته وفي المقابلة شون قال لهم إن شركات الاستوانات بتطردوا ورفعوا عليه أضايا كتير لإنه تسبب لهم في خسائر ضخمة الناس بطلت تشتري استوانات وبيسمعوا الموسيقى على موقع نابستر إدواردو سألوا عن زا فيسبوك وقالوا إن ده الوقت المناسب علشان نكسب منه ومارك رافض الإعلان قالوا إن فيسبوك موقع ناجح بالفعل ومش محتاج للإعلان ومش هو ده الوقت المناسب لتحقيق الأرباح منه المليون دولار مبلغ كبير فعلا لكن الأكبر منه هو المليار خلصوا كلامهم وقام شون باركر لكن قبل ما يمشي اقترح عليهم تعديل الاسم بدل ما يبقى زا فيسبوك يبقى فيسبوك كده يبقى أوضح وأسهل بعدها بدأ مارك يوظف مبرمجين معاه ونقل مقر الشركة لكاليفورنيا وهناك بيقابل شون باركر للمرة التانية خرجوا يسهروا كان كلامهم كله بيدور حوالين الموقع وشون باركر قالوا إنه يقدر ينشر له الموقع في قرتين مارك مزهول من اللي بيسمعه على الجانب التاني كانوا توقع في مسابق التجديف بيخسر المسابق بفارق ثانية واحدة وده لإن كل تفكيرهم في اللي مارك عملوا وبيعملوا تفكيرهم في اللضاعة يخسرهم كل اللي جاي وبيقرروا أخيرا إنهم يقضوا في المحاكم الفيدرالية إدوارد رجع من نيويورك وأول ما شاف شون باركر اتعصب جدا طلب من مارك إنه يمشي فورا لكن مارك رفض قالوا إن المشروع بيكبر أكتر ما كنا متوقعين وهو قدر يوصل لمستثمرين كتير هنا إدوارد مش مقتنع وراح وقف الحساب البنكي ولغى كل الشيكات ومارك وشون باركر كان عندهم معاد مع مستثمر جديد واتفق معاهم إنه هيبدأ بخمسمائة ألف دولار وبيرجع مارك يكلم إدواردو قالوا إن اللي هو عمله كان ممكن يقضي على كل حاجة ويرجعوا تاني لنقطة الصفر دي مش تصرفات واحد عايز ينجح إدواردو بيعتزل لإنه كان غضبانه ما كانش يقصد إنه يضر المشروع مارك بلغوا إنهم اتفقوا مع مستثمر بنصف مليون دولار وهيبقى ليهم مكتب مستقل والمستثمر طالب مقابلته بصفة المدير المالي بيوصل إدواردو تاني يوم لمقر الشركة بيقابل محامي الشركة قالوا إنه نسبته في الأسهم 34% ومارك خفض نسبته 51% شون باركر بقى ليه نسبة هو كمان وافق إدواردو مضع العقود بعدها مارك بلغوا إنه مش هيقدر يرجع الجامعة لمدة 6 شهور وبيسافر إدواردو لنيويورك وشون باركر قدر يوصل مارك المستثمرين جدد وفي يوم مارك بعت لإدواردو علشان يجي يحتفل معهم بالمليون عضو وصل إدواردو لمقر الشركة الجديد ما كانش مصدق عينه الشركة بتكبر والحلم بيتحقق لكن ما كانش يعرف إنه فيه مفاجأة مستنياة المحامي بلغوا إن الأسهم بتاعتهم خفضت وتحولت لمستثمرين جدد خرج من المكتب وعنيه كلها غضب راح على مارك لأنه اكتشف إن كل ده كان كمين وهو الوحيد اللي نسبته انخفضت تقل لمارك إنه مش هيوقع على عقود وهيرفع دعوة قضائية ومش هيرجع علشان التلاتين في المية بس ده هيرجع وياخد كل حاجة أول ما ميشي احتفلوا بالمليون مشترك بالليل شون باركر بيتقبض عليه بتهم الطاعات المخدرات حاول يبرر الموقف لمارك لكن مارك شايف إن ده هيدر بصمعة الشركة ومن بعدها بقت الشركة تحت سيطرة مارك زاكر بيرك ودفع خمسة وستين مليون دولار للتوأم كمبلغ دسوية مع اتفاقية عدم الإفساح وإدواردو أخد مبلغ مش معروف قمته لحد دلوقتي ورجع اسمه تاني كمؤسس شريك وبينتهي الفيلم ومارك زاكر بيرك قاعد لوحده فاتح فيسبوك وممكن نقول إن النهاية فيها رسالة وهل فعلا فيسبوك موقع تواصل اجتماعي ولا تباعد اجتماعي بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم في قصة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة